آخر المستجدات السياسية في البلاد هو المتعلق بالتشكيلة الحكومية الجديدة ومسألة منح الثقة لها من قبل البرلمان فقد تسلم رئيس مجلس النواب المستشار عقيل صالح تصورا لشكل حكومة الوحدة الوطنية وهيكليتها في حين قال رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة إن الأسماء التي ستضمها التشكيلة الجديدة سوف تعلن في اليوم الذي يحدده مجلس النواب لمنح الثقة مراقبون قالوا بأن هذه الخطوة تعني أن الدبيبة تجاهل اجتماعات عقدها عدد من أعضاء البرلمان من بينهم المنشقون عن جلسات طبرق في صبراتة قبل أيام والتي ناقشت منح الثقة للحكومة المزمع تشكيلها وإعادة انتخاب رئاسة جديدة للبرلمان رغم مخالفة هذه الاجتماعات لللائحة الداخلية للمجلس كما أن خطوة الدبيبة تأتي انطلاقا من كون رئاسة مجلس النواب في طبرق هي الرئاسة المعترف بها دوليا في حين ما تزال قضية مكان انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة غير محصومة بعد رغم أن الأنظار تتجه نحو مدينة سيرت يوم الثامن من الشهر القادم لاستقبال أعضاء مجلس النواب سواء المجتمعون في طبرق أو في طرابلس في انتظار الرد الرسمي من لجنة 5 زائد 5 على رئاسة مجلس النواب حول إمكانية عقد الجلسة في سيرت وقبل موعد انعقاد الجلسة بوقت كاف وذلك رغم ما تم تداوله من رسالة منسوبة إلى رئيس لجنة 5 زائد 5 العسكرية التابعة للوفاق لو أبو شحمة صادرة قبل أيام تضمنت عدم اختصاص اللجنة العسكرية قانونيا وأمنيا بتأمين مجلس النواب في سيرت فهل ستحسم مسألة الاتفاق على مكان لعقد جلسة منح ثقة في الأيام القليلة المقبلة أم سيأخذ ذلك وقتا أطول وهل ستحظى التشكيلة الحكومية الجديدة بثقة مجلس النواب في حال عقدة الجلسة وما هو الدور الذي سيلعبه أعضاء ملتقى الحوار في المرحلة المقبلة في هذه الأثناء حثت أطراف دولية مجلس النواب على الانعقاد لمنح ثقة للحكومة الجديدة التي ستكون من بين مهمها الأساسية التهيئة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر هذا العام رغم محاولات بعض الأطراف وتحديدا التي تنتمي لتيار الإسلام السياسي تأجيل هذا الاستحقاق بحجة القاعدة الدستورية ومسألة الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور رغم الجدل الدائر حولها ورغم تحذيرات المفوضية العليا للانتخابات من الانعكاسات السلبية على موعد الانتخابات في حال تم المضي في مسألة الاستفتاء على مشروع الدستور خلال هذه الأشهر القليلة المتبقية على الرابع والعشرين من ديسمبر ترجمة نانسي قنقر